أهلا بكم بعد أن نجى الله عز وجل بني إسرائيل وأنجاهم من آل فرعون وعاد الله موسى عليه السلام أربعين ليلة لإنزال التوراة نورا وهداية لبني إسرائيل وحتلاقي حاجة في غاية الغرابة عجل موسى إلى ربه وقال وعجلت إليك ربي لترضى وفي نفس الوقت عجل بني إسرائيل لعبادة العجل وغضى اللهم السامري ولأن الشرك بالله ظلم عظيم كان لابد من الجزاء الرادع وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم واذكروا نعمتنا عليكم يا بني إسرائيل حين قال لكم موسى عليه السلام يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا فتوبوا إلى خالقكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من الخلود في النار فمن الله عليكم وقبل توبتكم فإنه هو التواب لمن تاب من عباده والرحيم بهم التوحيد بالله ولب العبادة وقد نقد بانه إسرائيل التوحيد وعبد العجل يتساءل فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه هل هناك ظلما أعظم من أن تجعل عجلا شريكا لله عز وجل الخالق البارئ هل وهب لكم العجل الحياة هل خلقكم من العدم ولأن لجزاء من جنس العمل كان عليكم أن تعيدوا الحياة التي وهبها إليكم الله عز وجل وتطلبوها من العجل ظاهر الآية الكريمة موجه لبني إسرائيل وفي نفس الوقت فيها تحذير لكل مشرك بالله كيف تساوي بين الرازق والمرزوق بين الخالق والمخلوق يا قومي نداء من موسى عليه السلام لبني إسرائيل فيه تودد وتلطف وتقرب إلى بني إسرائيل ليجذب قلوبهم وأسمعهم لكي يستجيبوا إلى أمر الله عز وجل وصفة التودد والتقرب لمن تدعو هي صفة للأنبياء ومن يدعون إلى الله بالتي هي أحسن إنكم ظلمتم أنفسكم بالمعصية أما الله عز وجل فلا تنفعه طاع ولا تضره معصية قال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في حتى بلغية زيارة في الآية الكريمة إنكم ظلمتم أنفسكم لماذا قال أنفسكم ولم يكل نفوسكم رغم أن من عبد من بني إسرائيل العجل كثير فقد استخدم الله عز وجل أنفس وهو جمع قلة ولم يستخدم نفوس وهو جمع كثرة وده بالضبط زي أسطر وسطور ولكن لما عبدوا العجل رغم كثرتهم هانوا على الله عز وجل لو لاحظت معي أخي الكريم هتلاقي إن اسم الله البارئ تقرر في الآية الكريمة مرتين وده تأكيد أن الله عز وجل هو البارئ والخالق وواهب الحياة والمبدع وليس العجل الذي عبده بني إسرائيل ورغم أن الشرك بالله ظلم عظيم لكن الله هو التواب الرحيم يتوب على من تاب من عباده ويرحم كل عاصي فاقتلوا أنفسكم لينا فيها وقفة لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة أي سرد لتفاصيل قتل بني إسرائيل لأنفسهم مثلا هل كان القتل حقيقي بإراكة الدماء أم كان قتلا مجازيا زي ما تقول قتل نفسه بالطاعات هل وقع قتال بالفعل أم أن الله عز وجل نسخ هذا الحكم وتاب عليهم دون قتال كيف وقع القتال هل قتل من عبد العجل بعضهم البعض أم قتل من لم يعبد العجل من عبد العجل كل دي أسئلة لم يرد لها ذكر لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة أما التفاصيل فاعتمدت على روايات إسرائيلية من الطورة والإنجيل وناخد بالنا من حاجة مهمة طالما هنتعامل مع الروايات الإسرائيلية لازم نعرف أنواحها فيه ثلاث أنواع أول نوع ما علمنا صحته من القرآن والسنة نقبله وما علمنا كذبه من القرآن والسنة فهو باطل مردود وثالث نوع ما سكت عنه في القرآن والسنة نكون على الحياد لا نؤمن به ولا نكذبه وخلونا نبسط المواضيع هناخد مثال من العهد القديم المقدس عند اليهود والنصارى هنلاقي مثلا في العهد القديم ذكر نجاة بني إسرائيل وغرق آل فرعون وده مطابق للقرآن الكريم فنحن نقبله وتخيل أنت مين اللي صنع العجل في العهد القديم تخيل لا مش الثامرية في العهد القديم ذكروا أن من صنع العجل هو سيدنا هارون عليه السلام فهذا باطل مردود وفي العهد القديم ذكر أنه هناك قتل حقيقي وقتل من بني إسرائيل ما يقارب من 3000 وفي رواية أخرى وصل العدد لـ 70 ألف وده ممكن نذكره في التفسير لكن لا نؤمن به ولا نكذبه سامع واحد بيقول طب وليه وجع الدماغ ليه نقرأ كتب إحنا عارفين أن هي محرفة وأنا هقول لحضرتك ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وبكده بيكون فيه أرضية مشتركة للحوار مع اليهود والنصارى نقدر من خلالها ندعوهم للإسلام تخيل لما تقولهم أن احنا عندنا من صنع العجل هو السامري وليس سيدنا هارون عليه السلام وأن سيدنا هارون نبي له كل التقدير والإحترام في الإسلام أكيد ده ممكن يأثر على موقف الكتير من النصارى واليهود وأكيد كمان لما نعرف ده هنزداد إيمانا ويقينا بالإسلام وحزيد حضرتك من الشعر بيت القصاوس والرهبان لابد أن يعملوا دراسات مقارنة بين القرآن والطورة والإنجيل وبسبب هذه الدراسات أسلم الكثير منهم عن يقين واعتقاد وأصبحوا دعاء الإسلام زي يوسف إستس الواحد لما يتأمل في سرعة بني إسرائيل في عبادة العجل رغم وجود نبيين كريمين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام ووجود العديد من الآيات البينات زي معجزة العصى وفلق البح والطوفان والجراد والضفادع والدم وغيرها من حس بالتأصير الشديد تجاه الصحابة اللي بذلوا النفيس والغاري في سبيل نشر الإسلام وآخر حاجة حابب أقولها أن نجات بني إسرائيل وهلاك آل فرعون كان بسبب التوحيد وقتل بني إسرائيل لأنفسهم كان بترك التوحيد فلا قيمة للإنسان بدون توحيد الديان جزاكم الله خيرا